بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد إن شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس عن اللون الأخضر هذه الصورة عرضت بتاريخ 2007 على موقع وكالة ناسا وهي صورة لأشعة الشمس هكذا تبدو بعد مرورها عبر مؤشر الجاجي وشكل هرم حيث يقوم هذا المؤشر بتحليل الضوء الأبيض إلى مركباته الأولية من الألوان نلاحظ أن الطيف الضوئي في هذه الصورة في منتصفة تماما يوضع اللون الأخضر ويقول العلماء أن هذا اللون الأخضر هو أفضل اللون بالنسبة للعين البشرية وهو يعقي نوعا من البهجة والراحة والسرور حتى أنهم يفكرون باستخدامه لعلاج الحالات الاكتئاب والنفسية يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم ويلبجون ثيابا خضر من سندس واستبرق سورة الكهف آية ثلاثة صرح ما نقول له سبحان الله والله أعلم